أصدر المصرف المركزي إشعاراً إلى البنوك وشركات التمويل كافة بشأن إمكانية تأجيل سداد أقصاط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر دون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقصاط هذا وأكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت له المركبات والمنازل من جراء الأمطار الشديدة مغطى بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بالتأمين الشامل وتعتبر شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة